بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إحنا في الحقيقة هل ممكن تحجي قلوبنا مع الحجاج؟ إحنا النهاردة بقى منتكلم عن يوم عرفة وإحنا تكلمنا إيه اللي ممكن نعمله في يوم عرفة في حلقة مبارح بس إحنا النهاردة بقى هنتكلم عن حاجة تانية إزاي نعيش بقى بقلوبنا مع أهل عرفة؟ إزاي نقدر نعيش وأنوار عرفة بتسري فينا؟ إحنا عندنا مبدأ حطينه كده في حقاتنا ما حج حج وصدق في حجه إلا وعاد محبا للحياة مع ربه يبقى الحج الحقيقي الصادق في الحج هو اللي بيرجع وحياته كلها بتتنور بإنه هو بيحب إنه هو يعيش مع مولاه سبحانه وتعالى وده علامة الحج الصادق إنه هو يحب أن يحيا مع الله يحب إن حياته كلها تبقى حج وعشان كده من الأمور اللي ممكن نفعلها ويتخلي قلوبنا تكتب في إن إحنا ضمن حجاج بيت الله الحرام إن قلوبنا تتعلق بالحج وبأشياء تتعلق بالحج وكأننا النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها إزاي نكون من أهل حج القلوب أول حاجة عشان تكون من أهل حج القلوب هنعمل تمارين خفيف كده تعمله وتتعوده إنت فاكر الحج أول حاجة ربطتنا بيه إيه؟ فكرة الأزان علق قلبك بالأزان وإنت بتسمع الأزان دايما اسمع نداء الحق لقلبك لأن الله سبحانه وتعالى قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالة فالإصصة في بداية الحج مع سيدنا إبراهيم كانت بداية الأزان ولذلك الأزان وكأن كل واحد قلبه هيقول يا رب هاجة شوقي وتعلق قلبي وذابت حشاشتي وأنا أريد أن ألقاك هناك عند بيتك الحرام ولكني منعت ولذلك قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله فلذلك الله سبحانه وتعالى أزال الحجب عن تبليغ الله سبحانه وتعالى أذانه ونداءه لكل قلب فاستمع إلى أذان سيدنا إبراهيم بتبليغ رب العالمين استمع أن الأذان ده وصلك فما مالنا بقلب يبلغه الله سبحانه وتعالى أذان خليله عليه السلام ومن لم يستطع في حسبه حديث الرحمة والود والجمال إذا نبت في قلبك نبات الشوق فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سقى هذا النبات نبات الشوق إذا اللي نبت في قلبك نبات الشوق اللي نبت في قلبك أني أنت كنت بشتاق أني أنت تكون من أهل يوم عرفة سقى كيف سقى النبي صلى الله عليه وسلم مرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزو فقال صلى الله عليه وسلم إن أناسا بالمدينة ما سرتم مسيرة أو غزوتم غزوا إلا وكانوا معكم فقالوا يا رسول الله وهم في المدينة قال وهم في المدينة حبسهم العز اللهم إنا نشهدك أننا بأشواقنا وبقلوبنا أردنا أن نسير في هذا المسير أردنا أن نسير مع الحجيج أردنا أن نسير في عرفات فاكتبنا يا ربنا وتعالى سمعكم بشرة سيدنا عبد الله بن المبارك كم مرة كان بيحج فنام يوم التروية وكان الحجيج الذين أقبلوا كانوا قليل فنام في اليوم التالي في يوم عرفة فوجد في الذين قبلوا كانوا قليل فوجد في يوم عرفة نداء كده سمع هاتف يهتف يقول اذهبوا قد غفر لكم كرامة لموفق الشامي الإسكافي اذهبوا قد قبلتم ببركة من موفق الشامي الإسكافي فقام سيدنا عبد الله بن مبارك وفي قلبي أنه لازم يعرف من ده فقرر أنه لما يعود من الحج أنه يبحث عن هذا موفق الإسكافي هذا حتى وجدوا رجع إلى الشام فوجدوا فسألوا ماذا فعلت لتكون في هذا المحل العظيم أن ربنا سبحانه وتعالى يقبل الحجيج ببركتك فحكى له قصة من أعجب القصص عشان تسلي قلوبه قال كنت أجمع الأموال لمدة عشر سنوات لأجل الحج ولما تمت أموال الحج قالت لي زوجتي بعد أن عدت إلى المنزل اطلب لنا لحما من جيراننا فإن شممنا رائحة الشواء وهم يعيني فقر ما عندهمش فذهب إلى الجيران وكانت جارته امرأة أرملة فقال لها يعني أولادي ما أكلوا لحمة من مدة طويلة وأنتم عندكم الشواء فقالت له سأقص عليك القصة فإن قبلت أن تأخذ من هذا اللحم أهلا وإلا فلا قالت له كدنا نموت قبل أمس من الجوع فوجدنا أحد الجيران قد ماتت له شاه فألقاها في الطريق يا الله فأخذت قطعة من الشاه الميتة وشويتها لأولادي لكي يستطيعوا أن يأكلوها لكي يذهب رائحة الشواء رائحة الميتة فإن كان هذا يصلح لك ويجوز لك أن تأكله فخذ ففك موفق الشامي الإسكافي وذهب إلى بيتي وأخذ كل مال الحق وأعطاه لتلك الأرملة وقال لها والله ما أنصفناك وما قمنا بحقق علينا ولا قمنا بما أقامنا الله فيه إذ تركناكها لهذه الحال فلما سمع القصة سيدنا عبد الله بن مبارك قال بهذا بلغت ما بلغت موفق الإسكافي أصبح ممن قبل الحقيق بسره لما فعل هذا وجبر خاطر هذه المرأة وإيتامها ولذلك أول حاجة بتقابلنا في الحج عشان تحرم قلوبنا في الحج ده عشان يبقى الحج ده حج قلوب أن تحرم القلوب يعني إيه تحرم القلوب الأحرام يكون بتلت حاجات بالنية والنية هنا يكون معناها أن تقصد للبيت والحاجة التانية التجرد أن تتجرد من المخيط المحيط الحاجة التالتة التلبية تلبي لبيك اللهم لبيك ولذلك الإحرام عند أهل الله هو أن يكون قلبك حرماً لا يدخله إلا أنوار الله فيصير قلبك حراماً على النفس والدنيا والشيطان والهوى هو ده الإحرام لا إحرام القلوب فتعالوا النهاردة النهاردة تحرم قلوبنا وخاصة إحنا بفضلنا نشغل ساعات تعالوا تحرم قلوبنا فالنية معناها أن تقصد أن ترحل من نفسك إلى الله فتخرج من وهم سلطان النفس والشيطان والهوى والدنيا ما لهمش سلطان عليك وتسيبك من إنه ابتليت بأربع ما سلتوا علي إلا لشدة الشقوات وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي كيف الخلاص؟ بأنك تعرف أنك بين يدي الله سبحانه وتعالى الذي به يكون الخلاص فإن يحصل؟ تضع يدك على قلبك وكأنك تنهي وتقول يا من ما أنت معي فأسألك أن تجعل قلبي يحرم وأن أذهب إليك بأجمعي يا من أنت معي أسألك أن يحرم قلبي وأن أذهب إليك بأجمعي كلك يذهب إلى الله تاني حاجة في الأحرام والتجرد والتجرد هنا معناه مش بقى أن أنت أتخلع المخيط المحيط لكن التجرد هنا معناه أنك تتجرد من كل التعلقات مش المقصود أن أنت تكره الناس ولكن أن أنت لا تجعل حياتك تتوقف على غير الله فتقول حياتي ليست بأحد لأن حياتي بالأحد هي بحياتنا لا تتوقف لا على شهوات ولا على ملذات ولا حتى على أحباب حياتنا لا تقف على أحد لأن حياتنا بيد الأحد وتتجرد من حولك وقوتك فالله حرم علينا الفاني ما عندكم يفنى كل ده ثاني ولكن نتجرد من كل ده لأننا إذا تجردنا من كل ده يبشرنا الله بمدد الباقي ولكي نتجرد بقى لابد أن احنا نشعر بأننا ممدودين من الله الله يبقى اليوم ده ما حدش قلبه هيحرم غير لما يحس أنه تجرد فإنه حصل فحصل له المدد فأنت تتجرد لا لتتعرى ولكن بتتجرد لكي تكسى بمدد الله فالصادق في عيشه هو من عاش بلا حول ولا قوة إلا بالله اللي يعيش بماذا الذي يحيى بمدد الله فإذا تيقنت من مدد الله كنت من أهل السعادة فاختار عبادة تظن إنها سقيلة على قلبك وفعلها الآن كأن تسمح أحدا ما كنت تستطيع أن تسمحه أعمل داد الأول أو تعتذر لأحد كنت نفسك لا تستطيع أن تتجاوز هذا وتذهب لي وتذهب لتعتذر له يلا تجرد الحاجة التالتة في الإحرام التلبية ومعنى بأ في حق القلوب العودة إلى الله بأن تكسر العادة لتذوق حلاوة العبادة تكسر العادة العادة اللي عندك دي عشان تذوق حلاوة العبادة وكيف يكون ذلك أن تذهب إلى الله بغير رصيد وتعاهد الله بأنك لن تغادر ساحته ساحة العبيد أنا جاي لله سبحانه وتعالى بغير شيء هو ده الإحرام أنا خلاص أنا جاي ألبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك آه خلاص أنا ليس عندي رصيد وترى الحياة من عند الله فتعظم ما يعظمه وماذا ولا ترى ما يحقره سبحانه وتعالى فأحرم القلب يكون بثلاثة أشياء التوبة وأن تحيا بمدد الله وأن تعاهد الله أن تبقى في ساحتي ساحة العبيد بغير الرصيد فثلاث من كن فيه أحرم قلبه توبة ومدد وعهد تلت دولي بأنت كده أحرم قلبك يلا يلا مع بعض انتوب إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله وعزمنا على أن لا نعود إلى معصية أبدا وأنت يا ربنا الذي تسمع أصواتنا على ما نقول شهيد يا رب اقبل توبتنا يا رب العالمين يبقى أول توبة ومدد يا رب احنا عارفين لن يخالد قلوبنا خوف من أن احنا نعود وننتكس مرة تانية إلى ذنوبنا لا لا احنا سنسير في حياتنا بمددك ومددك إذا جاء لا يمنعه شيء فمددك إذا جاء فيكون بلا عدد ولا أحد يمنعه فإنه مدد الأحد والحاجة التالتة نعاهدك يا مولانا أن هذه الساعة التي نزوق فيها تلك الحلوة أن نبقى عليه يا رب نعاهدك ونسألك أن تدخل لنآن في ساحتي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه يا رب جعلنا من الصدقين على معاهدتك إلا نعود إلى معصية أبدا ومن الأعمال الصالحة اللي ممكن نوصي بها في تلك الأيام وفي اليوم النهاردة بالذات هي عبادة صلة الأرحال لأن مدخل الأيام العشر هي المحبة قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام فالمدخل هنا هو الحب فالمدخل في العشر للأيام الحب ولذلك إلا حاصل لازم نغمس قلوبنا في الحب ولذلك إلا حاصل نغمس عبادة صدق الأرحال بالثلاث معاني التوبة والحياة بالمدد والمعاهدة فنتوب إلى الله أن نتعامل بالمكافأة خلاص لكي نتعامل مع أهلنا ورحمنا بالمكافأة ونطلب من الله سبحانه وتعالى أنه يمدنا بمدده أنه يجعلنا من المواصلين لأن أرحمنا ولا نعبأ بأي أذى ممكن يصل إلينا ثالث حاجة ونعاهد الله أنه أحرمت قلوبنا على ألا نترك ما يحب فنعاهده ألا نترك سلة الرحم أبدا هذه أول حاجة ده الإحرام وعملنا تطبيقه ممكن تعمله على عبادات كتيرة تعمله على الصدقة تعمله على الصلاة تعمله على حاجات كتيرة تعمله دلوقتي ثم بعد ذلك إيه الطوف ثم بعد ذلك الطوف وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم احنا كده نقططف أهم الحاجات اللي احنا ممكن نعيشها نعيش الحاج فيها حاج القلوب هنا واحنا إينا فيتحج قلوبنا ونحن هنا فإيه اللي حاصل الطوف احنا عارفين أن الطوف كالصلاة إلا أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا الكلام فيه طب إيه اللي يجعل الطوف كالصلاة ده سؤال اللي يجعل الطوف كالصلاة مسألة الواسط أن الصلاة أن الصلاة صلة بين العبد وربي والطوف صلة بين العبد وربي ونزيك تعالوا نتأمل بعض الأشياء في الطوف الطوف سبعة أشواط صح ويكون بعكس عقارب الساعة في الحرم يعني أنت بتعمل إيه عقارب الساعة بتمشي كده وإنت بتعمل إيه بعكس عقارب الساعة في الحرم ونعلم أن الصلاة إيه اللي حاصل الصلاة كفرات لما بينهما إذا اكتنبت الإيه الكبائر وكأن الصلاة تجدد حياتنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج ولم يفسق ولم يرفث عاد كأم وولدته أمه أي يولد من جديد فلذلك إيه اللي حاصل إنت بترى وكأنك وإنت بتطوف عكس عقارب الساعة إيه اللي حاصل وكأني إنت في طوافك بتعمل إيه بتعمل إيه عقارب الساعة بتمشي كده وأنت بتطوف كده وكأنك بتعمل إيه بتعدي على حياتك وأيامك السبعة وتتخلص منها وتتخلص من كل ما فات وإيه اللي حاصل وكمان تتخلص من سبعة أحمال عليك مع كل شوط بتتخلص من أحمال عليك أحمال على قلبك أول حاجة أول حلم عليك أول حمل عليك بتتخلص بيه وإنت كأنك بتعدي على أيامك وتطهرها وتنظفها مع الطوافك والصلاة وصلة بين العبد وربي فبأنوار الله تعمل إيه؟ تغسل أيامك وليك تغسلها من إيه؟ من مرارة الذنوب والأثام أدي واحد حياة تانية من لهيب الأوجاع والآلام اتنين من سلطان المخاوف والأوهام تلاتة من قسوة الأحداث والأيام أربعة ومن التعلقات بالأنام خمسة ومن عبادات الحسابات والأرقام فتعيش إيه؟ حياة مليئة بالحسابات وتعبد الله بالحسابات والأرقام نخلص منه ومن سوء الظن بالملك العلام فتتخلص من كل ده فتتخلص بإيه بقى؟ بحكتين حكتين مغموسين في حكتين بالذكر والدعاء المغموسين في الخوف والرجاء ياه يبقى الطوف ده يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى تطوف كده فتذكر وتدعو وأنت خائف وأنت راجي يبقى أنت تعمل إيه؟ يبقى هو اتكلمنا كيف حجت القلوب في الإحرام وكيف حجت القلوب أيضا في الطوف بالذكر والدعاء المغموساني في الخوف والرجاء ونكمل حج القلوب مع حضرة المحبوب سبحانه وتعالى وخلف الحبيب الذي نصل به إلى أعظم مرغوب صلى الله عليه وآله وسلم ترجمة نانسي قنقر